في السادس عشر من ديسمبر من العام الفين وثلاثة عشر أمر حضرة صاحب الجلال عاهل البلاد المفدى حافظه الله ورعاه ببناء أربعين ألف وحدة سكنية مكتملة المرافق والخدمات في أقصر مدة ممكنة وتسليمها لمستحقيها من ذوي الطلبات الإسكانية ومنذ ذلك التاريخ حرصت وزارة الإسكان على وضع خطة إسكانية متكاملة لتنفيذ الأمر الملكي السامي عبر الشروع ببناء مشاريع عصرية تتمثل بمدن البحرين الجديدة الموزعة على مختلف محافظات المملكة والتي تم قيامها بالشكل الذي يراعي أرقى معايير الحياة الكريمة والبيئة المناسبة للمواطنين بهذه المناسبة الوطنية ببناء أربعين ألف وحدة سكنية جديدة وفي أقصر مدة ممكنة والخدمات الأخرى المكملة بما يوفر الحياة الكريمة والبيئة المناسبة للمواطنين الكرام وبترجمة حرفية هذا ما حصل أربعون ألف وحدة سكنية بتمامها وكمالها وبجميع الخدمات المرافقة لها قد تم الانتهاء من تسليمها إلى مستحقيها والمستفيدين منها من أصحاب الطلبات الإسكانية الذين حصلوا على وحداتهم السكنية ضمن حدود المحافظات الأربع كل على حدة والتي يقتنون فيها كتلك التي شهدت بناء مختلف مشاريع مدن البحرين الجديدة المتكاملة المستوفية للمعايير كافة والكفيلة بتوفير حياة كريمة وبيئة مناسبة للمواطنين ففور صدور التوجيهات الملكية السامية ببناء أربعين ألف وحدة سكنية شرعت وزارة الإسكان في وضع خطة إسكانية شاملة مكنتها من قطع خطوات كبيرة على صعيد تنفيذ الأمر الملكي من خلال إنشاء آلاف الوحدات السكنية وإنجاز كل المشاريع المدرجة على خطتها ولسيما المشاريع المشمولة ضمن برنامج عمل الحكومة لتنفيذ خمسة وعشرين ألف وحدة سكنية آلية عمل متسارعة وجدول خطط مكثفة وقوائم توزيعات كبيرة بأعداد الأسر المدرجة فيها تبنتها وزارة الإسكان تحقيقا لتنفيذ الجدول الزمني الذي تم تحديده لإقامة متنوع المشاريع الإسكانية الحديثة المتمثلة بالمدن الجديدة التي ساهمت بشكل مباشر في تسكين أكبر عدد من الأسر البحرينية وتحقيق الاستقرار المعيشي لهم إجراءات توزيع الوحدات الإسكانية التي قامت بها وزارة الإسكان كانت قد حظيت برضا كبير من قبل المنتفعين منها فهي من اتسمت بالسرعة والمرونة إذ قامت الوزارة عبر كوادرها بتوثيق وإثبات البيانات وإصدار شهادات التخصيص للمستحقين إضافة إلى إشعار المواطنين بالحضور لمواقع وحداتهم بشكل مسبق وتم تسليمهم وثائق الملكية والخرائط الهندسية وجميع المستندات كما تم شرح أبرز الإرشادات القانونية والفنية المدرجة في العقد الإسكاني إلى حين تسلم مفاتيح الوحدات السكنية الشراكة مع القطاع الخاص بانت جدواها في تسجيل النجاحات والإنجازات تلو الإنجازات على صعيد تنفيذ الأمر الملكي السامي القاضي ببناء أربعين ألف وحدة سكنية شراكة صبت في خانة استدامة وتسريع وطيرة الخدمات الإسكانية لتحقيق مصلحة الوطن والمواطنين باعتبارها الهدف الأساسي في مسيرة العمل الإسكاني ولعل من أبرز أوجه الشراكة مع القطاع الخاص هو برنامج مزايا وبرنامج شراكة الذين نوعا من الخيارات والحلول الإسكانية المبتكرة لضمان سرعة توفير الوحدات السكنية للمواطنين بما ينسجب مع رؤية صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء حفظه الله ورعاه ليحقق نقلة النوعية في تلبية الطلبات الإسكانية من خلال فورية الخدمة لمواجهة الزيادة المضطردة في أعداد الطلبات الإسكانية وفي ذلك مواءمة مطلقة لتلك السياسات والبرامج الحكومية الهادفة إلى تحقيق الكفاءة الإنتاجية والخدمات المتكاملة في المشاريع الإسكانية التي تحتاجها العائلة البحرينية من خدمات بيئية وصحية وتعليمية وتجارية ودينية ورياضية وغيرها مكتسبات إسكانية شهدتها مملكة البحرين تجلت في قيام مدن البحرين الجديدة التي وفرت السكن الاجتماعي العصري لآلاف الأسر البحرينية فهي من انسجمت مع الخطط التي وضعتها وزارة الإسكان لتنويع الخيارات الإسكانية وفقا لتوجيهات الحكومة الموقرة مستقاتا من أهداف رؤية مملكة البحرين الاقتصادية عشرين ثلاثين أعظم شيء ممكن أن تقدمها حق أي إنسان هو الاستقرار وأنا لحين مشاعري جيوشة مقر عبر عن فرحتي أحب أشكر ملكنا أميرنا سلمان على حرصهم الدائم على أن يرتقون بالمواطن البحريني ويحفظوا الله كرامتها أشكر جلالة الملك وأشكر ولي العث رئيس الوزراء الشيخ سلمان بن حمد الخليفة أشكر جلالة الملك حمد بن ميسى الخليفة ما قصر وخص له دول همم أشكر القيادة رشيدة وصراحة كان شعور رواية طيبة لما اتصلوا لي وأتمنى إن شاء الله الفعل للجميع إن شاء الله أشكر الملك أشكر رئيس الوزراء على اهتمام المواطنين وتوفير لهم الساكل المناعب الحمد لله رب العالمين شكراً لملكنا ملك البحرين وأشكر القائمة في وزارة الإسكان على هذا الإنجاز صراحة نشكر وزارة الإسكان بتوفير المساكن للمواطنين وهذا صراحة إنجاز كبير ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر